شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين رواء الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه في كتابه القيم نهج البلاغة عن مولى الموحدين وإمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في صفة المتقين فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون وهم هو النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون مقدمة قصيرة علماء الأخلاق يقولون إن علم الإنسان بحقيقة من الحقائق ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا التقسيم مبني مبني على حقيقة كلية ذكرت في محلها وهذه الحقيقة إن في هذا الكون الذي نعيش فيه توجد هنالك مجموعة من الحقائق يقال لها الحقائق التشكيكية الحقائق التشكيكية هي الحقائق التي توجد فيها مراتب وتوجد فيها درجات كمثال كمثال بسيط للحقيقة التشكيكية حقيقة النور النور حقيقة في هذا الوجود ولكن ولكن هل النور في درجة واحدة؟ الجواب كلا عندما تشعلون كبريت هذا النور في لحظة الانطفاء وهو النور قليل هذا نور ونور الشمس أيضا نور وبين هاتين المرتبتين من النور ما لا يعد ولا يحصى من المراتب هذه حقيقة لها مراتب العلم أيضا العلم عبارة عن الانكشاف شيء كان بينكم وبينه حجاب انكشف ذلك الشيء لكم هذا الانكشاف هو الذي يقال له العلم ولكن هل هذا الانكشاف في درجة واحدة؟ الذين يعتقدون بشيء كلنا نعتقد بالآخر نحن الآن الجالسون هنا كلنا نعتقد بوجود الآخر كلنا نعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى ولكن هل هذا الاعتقد في درجة واحدة؟ الجواب كلا هناك درجات وهناك مراتب ما هي هذه المراتب؟ علماء الأخلاق يقولون إنها مراتب ثلاث المرتبة الأولى علم اليقين المرتبة الثانية عين اليقين المرتبة الثالثة حق اليقين ماذا تعني هذه الكلمات الثلاث؟ علم اليقين ما عندك تماس مباشر مع الحقيقة ولكن أنت مقتنع بتلك الحقيقة اقتناعا جازما إذا ما عندك تماس كيف اقتنعت بهذه الحقيقة؟ لأنك رأيت آثارها تنتقل من المعلوم إلى العل أو تنتقل من العل إلى المعلوم أو تنتقل من اللازم إلى الملجوم أو تنتقل من الملجوم إلى اللازم أو تنتقل من أحد المتلازمين إلى الآخر ما يصطلحون عنه بالانتقال أو الدليل اللمي أو الدليل الإني ولذلك أنت تؤمن بتلك الحقيقة التي لا تماس مباشرة بينك وبينها أكو واحد منكم شايف الكهرباء؟ أكو عالم من العلماء رأى الكهرباء؟ كلا ولكن لماذا نؤمن بوجود الكهرباء؟ لأننا رأينا آثارها هذا يقال له علم اليقين كلنا نؤمن بوجود الروح أكو واحد منكم شايف الروح؟ أنتو الروح تعيشون وياها خمسين عام ثمانين عام مئة عام أكو واحد مننا شايف الروح؟ لا لماذا نؤمن بالروح؟ لأننا عرفناها من خلال آثارها هذا يقال له علم اليقين النوع الثاني عين اليقين في هذه المرتبة أنت ترى الحقيقة عيانا تشوف الحقيقة مثلا يقال لك إن هناك نار محرقة مرة تسمع بذلك مرة ترى الدخان فتعلم بوجود النار ومرة تأتي وترى النار أمامك هذا يقال له عين اليقين هاي مرتبة الثاني المرتبة الثالثة اللي هي أقوى من المرتبتين الأوليين حق اليقين حق اليقين حق اليقين تأتي إلى النار التي رأيتها وتضع يدك عليها وتستدفع بها في الشتاء فانتقلت أنت من علم اليقين إلى عين اليقين ثم انتقلت من عين اليقين إلى حق اليقين الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في هذه الخطبة يقول إن المؤمنين بالنسبة إلى الآخرة لا يوجد عندهم فقط إيمان غيبي بالآخرة كعلمنا بالأشياء المغيبة نحن الآن نعلم بكثير من الأشياء المغيبة عنا المتقون ليسوها كذا وإنما فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون الإنسان الذي رأى الجنة ومتنعم بنعيم الجنة ما هي حالته المؤمن في هذه الدنيا يرى الجنة هكذا كأن الجنة أمامه فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون حالته انكشاف وحالته شهود كيف تتولد هذه الحالة ليش إحنا ماعدنا هذه الحالة لأن الدنيا تحجب الذنوب تحجب هناك رواية لطيفة مروية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما اللهم صلى على محمد الله على ما أتذكر يقول لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض إحنا ليش ما نشوف باطن هذا الكون إحنا نشوف مجرد ظواهر لماذا لا نرى الباطن لأن الشياطين يحومون حول قلوبنا لأنه الذنوب تحجب الله تعالى يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذه تمنع الرؤية وتمنع المشاهدة وتمنع الانكشاف ولكن المتقين الحقيقيين هؤلاء يرون الآخرة والجنة والنار أمامهم ما هو الفرق بين هذا الجدار والمرأة الجدار هذا لا يعكس الصورة اللي أمامها بينما المرأة تعكس الصور اللي أمامها ما هو الفرق؟ المرأة فيها حالة شفافية تعكس وهذا الجدار فيها حالة غلظة وكثافة ما تعكس؟ لا يعكس القلوب الكثيفة الغليظة لا تنطبع فيها صور الواقعيات بينما القلوب اللطيفة الشفافة ترى الواقعيات ولذلك المؤمن يرى الآخرة يرى الجنة يرى النار أو كأنه يراها كان عندنا مرجع من مراجع التقليد كان في طهران وتوفي قبل لعله حوالي خمسطعش عام ابنه نقل لهذه القضية قال في يوم الأيام أبي قال لي السيد الخنساري رحمة الله عليه تنقل عنه قضايا غريبة وعجيبة يقول أبي قال لي في هذا اليوم أنا كنت في محضر مجموعة من الأكابر من هم هؤلاء الأكابر لم يفصح عن ذلك يقول ابنه فقلت له في عالم النوم أو في عالم اليقضة قال لا بل في عالم اليقضة ورأيت شابا يأتي إلي وهو يبتسم وعرفت أن هذا الشاب الذي يبتسم لي هو ملك الموت وأنا أتعجب لماذا الناس يخافون من هذا الشاب اللطيف واضح هذا الشاب اللطيف للسيد الخنساري ما يخاف منه ولكن الأفراد الملوثون بالذنوب يخافون من الموت ويخافون من ملك الموت الله تعالى يخاطب اليهود اليهود دائما يخافون من الموت من قديم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين اليهود ما عدهم شجاعة كل من وراء الكواليس يعملون ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم يخاف وأنا أتعجب لماذا يخاف الناس من هذا الشاب اللطيف يقول قال لي هذه الكلمة وانتهت القضية في يوم الأيام بعد فترة طويلة والدي قال لي هذا الشاب الذي رأيته في ذلك اليوم اليوم يجيني يعني شنو يعني اليوم يوم موتي هذا بحث تفصيلي أن بعض الأفراد يطلعون على زمان موته ثم قال لي أنا من تسعين عام ما تركت هذا كل تعليم إلنا ما تركت قراءة سورة المؤمنون في أيام الجمع تسعين عام أنا في كل جمعة أقرأ سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون فقرأ سورة المؤمنون في ذلك اليوم وبعد ذلك رأيته يبكي يذكر مصائب أهل البيت ويبكي مع نفسه هذا صبح يقول بالليل جاءت له أمي بكوب عصير قال انتهى بعد شربي في هذه الدنيا انتهى ومات بعد عشر دقائق هؤلاء يعيشون عالم آخر الحقائق مكشوفة له المتقي هكذا يعيش والسر ان قلبه قلب شفاف قلب ما لوثته الذنوب نحن ينبغي علينا ان نوجد في انفسنا هذه الحالة الاستحضار الدائم للآخرة الجد رحمه الله كان يقول انه واحد كل عمل يعمل كل قول يقول كل نظر ينظر بها لازم يفكر عند جواب ليلة اول القبر لو ما عند جواب هذه الكلمة التي اقولها في الليلة الاولى من القبر يسألون ني عنها عندي جواب او ما عندي جواب هذه حالة المؤمنين حالة استحضار دائم للآخرة وللجنة والنار احنا اذا اوجدنا هذه الحالة في انفسنا نتحول الى افراد آخرين سلوكنا يتغير اعمالنا تتغير مشينا يتغير نتحول الى افراد آخرين وسلوكنا يتحول الى سلوك آخر انقل هذه القضية لكم ايضا واختم بها الموضوع العام حفظه الله كان ينقل عن واحد من كبار العلماء في قوم وهو الشيخ مرتضى الحائري كان واحد من كبار العلماء يقول الشيخ مرتضى الحائري في يوم الايام رأيت في عالم الرؤية شخصا يقول لي انك تموت في الليلة الكذائية مثلا ليلة الجمعة هذا وقت موتك يقول انا قمت من النوم وفكرت ان الرؤية المنام مو حجة ولكن محتم ان هذه الرؤية تكون رؤية صادقة ففكرت ماذا اعمل الان اذا يقول لنا انه بعد اسبوع يوم وفاتنا ماذا نفعل يقول فكرت ان اعمل ثلاثة اشياء احنا هذه الاشياء يجب ان تكون مد نظرنا دائما الشيء الاول اراجع اعتقاداتي حتى تكون اعتقاداتي عن يقين لا عن تقليد ارسخ اعتقاداتي احنا نحتاج الى ترسيخ الاعتقادات الحق ليش بالادعية نقرأ واشهد ان الموت حق والقاب حق وسؤال منكر ونكير حق حتى هذه العقائد تترسخ في قلوب هذا الشيء الاول الشيء الثاني اصفي ما علي من الديون والتبعات اذا مديون لواحد ادي دين اذا علي قضاء صلاة ادي تلك الصلاة اذا مغتاب واحد من المؤمنين استحله وصفي ما علي من الذنوب والتبعات الشيء الثالث دور صلة ارحام من ارحام اقربائي ازورهم جميعا قبل موتي ففعلت هذه الاشياء الثلاثة يقول في الليلة الموعودة وفرض ليلة الجمعة تأخرت في المجيء الى البيت كأنه واثق من نفسه لا يخاف لأن الانسان الذي صف بعد ما يخاف من شي يقول تأخرت في المجيء الى البيت ولم اخبر احدا حتى عائلتي ما اخبرتهم اجيت الى البيت فرأيتهم جميع النائمين وما يعلمون بالقضية جلست كتبت وصيتي وضعت وصيتي بقربي ونومت احنا اذا يقولون بعد عشر دقائق موت موتنا نتمكن النام اكو بعض المرضى الاطباء يقولون لهم بعد ست شهور هذا المريض يتوفى بداء خبيث بعد ما يتمكن ينام تنهار حياته تنهار معنوياته ولكن المتقين لا يهابون الموت لا يخافون الموت عمر الموت امام نظرهم وعمر اعدوا لهذا الموت ولهذه الحياة فليش يخافون يقول فنمت في عالم الرؤية رأيت ملك الموت من بعيد دايجي وهو يبتسم لي يقول انا قعدت في مكاني عندما شفت ملك الموت دايجي من بعيد بمجرد ما قعدت شفت ملك الموت وصل الي مع انه كان بمسافة بعيدة ملك الموت قال لي قد تأخر موتك فنم يقول انا منمت انا احتمل انه على اثر صلة ارحام تأخر اجله وتأخر موته لان صلة الارحام تأخر الاجل وتطيل العمر على كل حال نحن يجب علينا ان نضع الاخرة نصب اعيننا دائما وان نضع الجنة والنار امامنا حتى في يوم الايام اذا انتهت مدتنا في هذه الحياة نقدم على دار مهيئة قد عمرناها بايماننا وباعمالنا الصالحة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام بالآيات ازنج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي تنفقه